استفان روستي قابله على قهوة الفن وهو في حالة من الفقر المدقع ما فيه شغل وحصوصا بعد ما ساب عمله في وظيفته فاستفان روستي جاي له وهو متأنتك قوي ولبس لبس فخب وقال له أنا بشتغل ممثل في مكان أنت هتجي تشتغل معايا فيه قال له هتشتغل ايه اللي خلاك مليونير بالشكل ده قال له تعالوا أنا شغلك الشغلانة دي قال له ماشي فاشتغلوا مع بعض فاكتشف ان الشغلانة من وراء سطار اللي هي خيال الظل والحقيقة ان ما قدمه الرحاني ليس عروض خيال الظل ما قدمه الرحاني تمثيل خلف شاشة وضاءة تمثيل بشري خلف شاشة وضاءة يعني يبان خياله كبني آدم